أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتلوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حنانا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يآخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يآخذكم بما أقضتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوشة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير بقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حنفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته إن عدلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفنحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأل أنتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول وحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البناغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا منتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم منتقوا وآمنوا ثم منتقوا وآمنوا ثم منتقوا وحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنانوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بارغ الكعبة أو كفاوة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبان أمره عفى الله عما سنف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقنائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم ولسألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون عن الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعانوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علي آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا جهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدن منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعض الصلاة فيخسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآتِمِينَ فَإِنْ عُذِرَ عَنَا أَنَّهُمَ اسْتَغَقَّا إِسْمًا فَآخَرَا لِيَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَغَقْ عَنَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُخْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَغَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَعْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدْ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاشِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَنَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْخُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَحَلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبَرِئُ الْأَكَمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخَرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفَتُ بَنِي إِسْرَائِينَ عَنْكَ إِذْ جِهْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتِطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزْلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءَ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُلْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنَّ أَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْقَرَ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَرَزُقْنَا وَآتَ خَيْرُ الرَّاسِقِينَ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه وحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّقِذُونِي وَأُمِّيَ إِنَاهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أني عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما تغفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير طبعا